السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأريكم كيفية عمل public html. كيفية اضع موقعك داخل public html. في الفيديو الذي فات كنت ابحث عن يعني عن فايل خاص هنا. فايل هنا. آآ لم اتذكر مكانا. لذا سندخل على البوتي. ونعمل فايل. نعمل public html. قلت لا ابحث لي على النيل public html. ماذا سيقول لي? سيقول لي هاته هنا. سمارت يوغا في الفايل هوم. ادمن. وايب يعني هنا هوم. ادمن. وايب. سنجد السيرفرين. يعني سمارت يوغا وتاني. سنمسح. ندخل هنا. وهنا نمسح الاندكس. عند الحذف. اوكي. على الأوقات يعمل يكون هناك تعليق على مستوى انترنت او. سيكون هناك صغوبة. سيعمل من جديد ندخل الباسورد. ندخل من جديد هنا. هنا وهنا وهو. ادمن. وايب. سنمسح في الفايل. ماذا سيكون هناك. اوكي. سادخل على هذه. دخلت على الموزيلا فاي فوكس. بس ادخل سمارت يوغا دوت تيكي. لن يجد فور به ده. سدخل هنا. وہارا. اوه. اوكي سناخذ هذا نعمل له وندخل على السيربر ونعمل اوكي سنعمل وهنا نغير الاسم هنا اعمل هنا سيب سيب عندما اعمل سيب سيب سيبسيبه هنا سندخل هنا على يعني هنا ادخل على السيربر وانشأ هالابس هنا ممكن ان تدعم موقع بالخاص يعني اه لو رجعنا للوراء ومن هنا سنجد ندخل نفس الطريقة نمسح من هنا ونعمل نفس شيء اجتمال سنعمل سيربر ساكتب جاس سيربر اوبس ياس ومن اقنع كومبليت اذا اتيت هنا اعمل سيربر دوت سيربر اوبس الى هنا ينتهي الترس اذا دخلنا على الاشتامل public اشتامل ممكن ان تضع صور وموقعك الخاص كله هنا وممكن ان تدخل وتعمل داتا بايز من هنا لموقعك تدخل على دي بي داتا بايز وتضيف يعني اد داتا بايز لان البعض سيريد ان ينشئ داتا بايز مع الواقع الخاص به ينشئه هنا وهكذا يعمل الفايل الكونيكشن فايل مع داتا بايز وتستعمل بشكل جيد جدا السلام عليكم في الدرس القادم سنشرح اشياء اخو ارقب فورا عن السيربر